نلقى تصريحات جوهر بن مبارك مثلا عن مبادلة مواطنون ضد الانقلاب قاعد يثير جدل الكبير برشا في تونس بسبب مهاجمته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وقاعد يشتغل على أكثر من نقطة ولا على أكثر من خط يستغل في عديد النقاط من بينها احتجاجات 14 جنفي مثلا من بينها ملف نوردين البحيرة زيدة اللي استثمر فيه واللي جوهر بن مبارك من خلال ملف هذا يمشي عمل عدة تحركات في هذا الملف مثلا زاروا في المستشفى متعلى حبيب بوغتفة في ولاية بن زرت كان زيدة يتبع في الوضعية الصحية متاعه كل ما يخرج خبر على أنه في حالة متدهرة صحيا إلا ويعني يتفعل مع هذيا ويكتب تدوينات ويعمل تصريحات ويدفع على نوردين البحيري إلى غير ذلك معناها من النقاط اليوم نلقى جوهر بن مبارك قاعد يهاجم في رئيس الجمهورية أو في هالفترة هذية ولا في منظومة 25 جويلية وما بعد 25 جويلية نلقى أنه يقول لك ذا يعنا برشة وقت من 25 جويلية حتى التوى ما عملنا فيهم حتى شيء يعلق على أنه فما تضييق على الحريات ويقول لك حتى شيء ما يعجب اليوم في تونس لا يعجب يعني في تونس هوني محليا معني هالتوينسا ولا يعجب الخارج واليوم تونس عند علاقات يعني مع الخارج وتهمها علاقاتها مع الخارج وتهم يهمها رأي الخارج فينا سواء منظمات ولا صندق مانحة ولا دول ولا يعني أي حاجة معناها هيك الدولية البرة يعني مهم كيفيش تنظر إلى تونس وكيفيش تصرح على تونس يقول لك احنا من 25 جويلية التوى ذا يعنا برشة حاجات الشعب شنو أربح يقول لك ما كسب حتى شيء الشعب مما يعتبره جوهر بن بارك انقلاب ويقول لك زيدا لن يحصد منه سواء مزيد من الفقر وما هوش بشيشني منه إلا خيبة أخرى مضافة لخيبات سابقة وقوس مزعج آخر سيمر ولن يترك سوى المرارة حسرة على الوقت المهدور والأجيل التي أعطيت قرابين للكراهية والأنانية والعبث وذهب العقل لكن الديمقراطية المغدورة في مهدها ستعود بعد زوال الانقلاب وقد نبتت لها أظافر حسب تعبيره أنه هما وهذه اللي علق عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي قال الناس اليوم اللي تتشدق بالحرية وديمقراطية واللي قلبهم على الحرية واللي قلبهم على الديمقراطية هما بيدهم راهم يحبوا الاستبدات وهما كيف كانوا في السلطة يستبدوا بالناس وهذه كانت تصريحات قيس سعيد في مكالمة هاتفية مع رئيس فرانسا إمانويل ماكرون واللي أثار الجدل الويسع واللي يعلقوا عليها ببرشة شخصية سياسية كما رفيق عبد السلام كما يعني ببرشة أطراف أخرى يقول لك وليتجلد وغيره يقول لك شمعناها يشكي بتوينسا الرئيس أجنبي كما ما نحبوش بتوينسا يشكيوا إلى رئيس من برة ولا منظمات ولا حكومات ولا صناديق ولا حتى التصريحات في الخارج على تونس بالخيب يعتبروا خصوم الرئيس أنه هذه زيدة يحبوا يزيدوها ضمن الحجج اللي قاعدين يلموا فيهم على رئيس الجمهورية قيس السعيد ويحاولوا أنهم يلتقتوا كل خطأ اتصالي ولا كل هفوة اتصالية من أجل أنهم يظهروا ويركزوها ببرشة وتولي معناها وكأنها هي نقطة يرتكزو عليها لإحراج رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول لجوهر بن مبارك أنه هكت التبناء الديمقراطيات أنه حتى كيف تتعرف إلى الاستبداد من وجهة نظر جوهر بن مبارك وحسب تعبيره إلا أنها تعاود تنبت وتنبت الأظافر وتعاود تشتغل وتطيح وتقوم إلى غير ذلك جوهر بن مبارك الحقيقة اللي فما برشة جدل يثيره في كل ما يحكي عليش لأنه أحيانا نشوفه فما طانقه في الكلمة متاعه كيفيش هو أنه اليوم يدعم هذا إنجم غدوة يدور عليه واليوم هو ضد هذا إنجم غدوة يدعمه شفنا برشة تقلبيت في الموقف متاعه على مرة السنوات الأخيرة هذك عليش يعني جوهر بن مبارك يثير الجدل في كل مرة يخو فيها موقف ويعتبر اليوم أنه اللي قام به قيسي سعيد هو إنقلاب على حد تعبيره يقول أنه توا المعارضة هي على الطريق الصحيح جوهر بن مبارك اللي يفشل في أنه يعبي الشارع في أكثر من مناسبة كان يدعى لمظاهرات في برشة مرات برشة مناسبة منذ 25 جميلية حتى التوى وكان يحضر في بلاتوية التلفازية وكان يتكلم في الليراديو كان يصرح كان يكتب ينشط برشة على التواصل الاجتماعي كان يستغل برشة قضايا كما قلت نوردي البحيري كما قلت شهيد رذاب وزيين اللي في جرتهم هما استجهد ولا توفى معناها يا ربي يرحمه وينعمه ولكن جوهر بن مبارك كان من بين الأطراف اللي فشلت في حشد الشارع كل مرة كان يدعو إلى اعتصام في الشارع واحتجاجات والتظاهرات والدخول في اعتصام مفتوح ولكن ساعات فقط سبع ومبعد يقول لي ألغيناه وإلا أجلناه وإلا مش نشوفوا حلول أخرى وما نجمنيش نعمله بالنسبة للشارع هما أيسوا من معركة الشارع ذاك عليش التجقوا إلى إضراب الجوع وإضراب الجوع زادة بعد مديدة بعد أيامات الغاوة وفكوا إضراب الجوع عام تاحهم لأنه فشل هذا الإضراب فشلت كل المحاولات متاحهم لإسقاط رئيس الجمهورية وإنه على الأقل حتى إنهم يشوهوا صورة الرئيس في الداخل في الخارج لوسائل الأعلام إنهم يكبروا ويهولوا اللي يصير في الشارع مثل وقت الاحتجاجات إنهم يلعبوا على صور جوهر بن بارك اللي فجأة كان يمشي وطح معناها بيش تتصورك التصوير هذه كوطحبت في وسائل الأعلى ودور على السوشيل ميديا على إنه جوهر بن بارك يعني تعرض للأعتدائيات وصرح هو نفسه هو بيده معناه يتصرح جوهر بن بارك وستثقن ودستوري ويظهروا ويحكي ويظهروا كل شيء في الأعلى يقول لك حاولوا اختطافي يحكي على اختطاف في تونس في نهار كما ليسار وقت ربعة الجانفي احتجاجات ونيس معبية وأمن معبية والدنيا معبية والكل وهو يقول حاولوا اختطافي بالحرف وهو يعرف شنو يتكلم لأنه هو محامي واستثقنون دستوري ويعني قانون جي كما يقول ويعرف الكلمة كيفش يحطها في بلاصتها ويعرف شنو يقول كيقول إنه حاولوا اختطافي فهذا ضحك على الذقون يحب يضحك على ذقون التوينسة اللي هو عمره ما كان اختطاف ولا حتى لو كان تم الإيقاف متاعه مثلا حتى لو تم الإيقاف انهارتها مثلا لو فرضنا أنه اوقفوه وهزوه للمركز واقتدوه للمركز باش يحقوا معاهم بعد يطلقوا سراح دونك هو يتم إيقاف الإيقاف هو إيقاف والاختطاف هو اختطاف الإنسان يختطف من قبل عصابة في دولة اللا دولة ولكن تونس هي دولة فيها رأيس وفيها حكومة وفيها قوة أمن وفما يعني المظاهرات اللي صارت ورغم إنه مخالفة للقوانين وفيها تحدي للقوانين لأنها صارت ومسموح لهم باش يعني يتظهروا ولكن طبعا مع الإخلال بالأمن لازم تكون فما إجراءات ردعية باش الناس تقف على حدا باش المتجاوزين يقفوا عند حدهم ترجمة نانسي قنقر